ألف مبروك للفيصلي ومليون هارد لك للنصر والنصراويين ومنهم توفيق الخليفة توفيق صراحة صعبة كلمة هارد لك للنصر لأنه حتى هارد لك ناعدت أنه يستحقان نادي النصري اليوم يعني ممكن نقول مبروك للفيصلي يعني ألف مبروك نادي الفيصلي نادي النصر هذا اليوم تخيل يا أبو كرام أنه لم يقدم لم يعمل فرصة حقيقية فرصة هجمة حقيقية داخل المباراة بوجودها الكمل هائل من المحترفين والنجوم الدولي السعودي إدارة نادي النصر بس توفيق بس شفقة يعني بس ملخص المباراة فيه فرص كتير فيه فرص لحمد الله فيه فرص للغدنام فيه فرص لعسيري يعني فيه حسين الطائي حسين الطائي حسين الطائي عمل تقرير مرة جميل أنا استغرب كيف عملها الجمال هذا من مباراة كانت بها تحقيقا بس أنا أعتب عليه أنه وضع لقطة ضربة الجزاء حقيقة الفرص لي يعني مفروض أنه ما يحطها لأنه عندنا ناس ينظروننا برى المملكة وهذا ما نبغى نعطي سمعة يعني سيئة عن التحكيم السعودي نرجع لل هذه ضربة جزاء شو مشكلتها ضربة جزاء هذه ممكن تكون أي شيء إلا أن تكون ضربة جزاء طيب الحكم شو برأيك الحكم هو وتركي الخضيرينا نعتقد أنه محمد الهويش وتركي الخضيري اليوم يعني وأيضا إلغاء هدف توامبا في المباراة الأولى يعني قرارات بس هذي بالفار يا توفيق يعني هذي فار ما هو المشكلة شو شاف طيب الحكم بالفار شو شاف طيب طيب هو لو حسبها أول شيء ضربة جزاء مباشرة وليوجد فار أجد له العذر لكنه أنك توقف الكورة وتروح تشوف الفار يا أبو كرم وتشوف حركة يعني تشوف هذه يعني أنا أقول ما تريق في الدوري السعودي مهما كان الأسباب اللي أدت إنها تكون ضربة جزاء ما تريق إنها تكون في الدوري السعودي أو في بطولة كأس الملك السعودي يعني أنت في مباراة خروج مغلوب دوري الأربعة الفائز يتأهل إلى كأس خادم حرمين الشريفين في آخر عشر دقائق ممكن يعني تستهين بهذا القرار بهذا الشكل المصر لا يستحق الفوز ما يقدم ما قدم شيء للفوز لكن ليس معنى ذلك أنك أنت تقرر من يفوز في المباراة مو من حقك لهويش ولا من حقك يا تركي الخضير أنكم تقررون من يصعد إلى المباراة النهية ومقابلة خادم الحرمين بس الحكم طرد لك لاعب أول عشر دقائق يعني شوف شوف طرد اللاعب أنا أراه أنه طرد غير صحيح أنا شخصيا أراه طرد غير صحيح بس في محللين رعوه أنه طرد صحيح هذه أشياء خلافية فيها لكن مثل ضربة الجزاء عادي خليني أسأل بس عيسى اللي هو أصلا ما بيحب النصر كان يحب النصر ومطل صار هلالي ضربة جزاء يا عيسى شو رأيك فيها بالأول أنا أشوف اختلفوا الكثير ولكن أراها ركلة جزاء لأن قدم مادو اليومنا هي من تسببت في أن يركل اللاعب القدمين مع بعض بغض النظر عن ركبة الجزاء إذا أعرضنا أن نتحدث عن التحكيم إن استتوفيق الحكم أعطاك طرد في مباراة مثل هذه المباريات خروج المغروب في أول عشر دقائق أربكة الجهاز الفني أربكة الفريق يعني من البداية معنويات منتهية ولكن نقول خليني نعطيها الفيصل حقه أعطى الدرس العام في كرة القدم أنه لا يأس طبق المقولة الشهيرة النقص يولد القوة لعب بتكتيك بالتزان مع مرور الوقت عرف كيف أنه يهاجم إلى النصر نقطة إشادة بالمدرب شاموسكا الذي يعني يطبق الطريقة الأوروبية في أن الدوري حارس وللكاس حارس اليوم أحمد الكسار أو أحمد الكسار في المسابقة عموما من ركلات الترجيع أمام الاتفاق إلى هذه المباراة يؤدي بشكل كبير جدا وهو لعب احتياطي في الدوري نعود إلى التحكيم لا أعتقد حقيقة اليوم أي نصراو يعني خلينا نقول لك منصف يرجع الخروج من الكاس وهو معاناة النصر منذ سنوات طويلة إلى عامل التحكيم التحكيم أعطاك طرد يعني أنا أقول أنه طريقة أول له القرار جدلي بالنسبة إلى بعض المحللين ولكنه في النهاية الفيصل يلعب من أول عشر دقائق ناقص لاعب